استخدام القوة كوسيلة لفرض السلام تلويح للضغط على ميليشيا الحوثي أم مجرد تصريحات لخلق حالة من الأمل في مسار المحادثات المتجمدة في ميناء الحديدة تساؤل طرح نفسه بعد تصريحات مسؤولاً أمريكي لوح بالسماح باستخدام مشروط للقوة ضد الحوثي المسؤول الأمريكي والذي يشغل نائباً لمساعد وزير خارجية بلاده صرح لصحيفة الشرق الأوسط بأن الضغط العسكرية مقبول ومناسب إذا كان سيجبر الحوثي للذهاب باتجاه طاولة الحوار مجدداً في الوقت ذاته تأكيد واشنطن على أن الحل النهائي للأزمة في اليمن مرهون بتقديم تنازلات لصالح الانخراط في محادثات السلام وكان من اللافت أن نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي الذي زار عدن الأسبوع الماضي أكد أن بلاده ليست مع تقسيم اليمن بل مع وحدته وهو ما أعطى رسالة سلبية للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي زارت قياداته عواصم أجنبية للترويج لفكرة الانفصال التصريحات الأمريكية الأخيرة تزامنت مع تصريحات أخرى للمبعث الأممي مارتيني جريفث تشير إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة لا يزال سارياً لكنه يسير ببطء ونقلت وكالة أسوسويدة بريس عن المبعوث الدولي قوله بأن لقاءات يومية تعقدها لجنة إعادة الانتشار لمناقشة آليات الانسحاب من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى ومع كل هذه التحركات الدولية إلا أن ميليشيا الحوثي لا تزال مستمرة في تصلب مواقفها وقد اتهم الفريق الحكومي الحوثي بعرقلة تنفيذ المرحلة الأولى من عملية إعادة الانتشار عبر طرح أفكار تعيد الأمور إلى مربع نقطة الصفر وهي النقطة التي ربما يأتي التلوح الأمريكي بالضغط العسكري على الحوثي في محاولة لمنع الوصول إليها ترجمة نانسي قنقر